من جديد مرحبا بكم والبداية من الشأن السياسي إذ أكد رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر أهمية المرحلة المقبلة وضرورة وضع دراسة شاملة لاستحقاقات المناطق في التمثيل السياسي ليكون لها صوت الحق في المطالبة بحقوق أبناء المحافظة جاء ذلك خلال استقباله عددا من قيادات حزب السيادة في نينوى وبحضور النائبين الشيخ لطيف الورشان وخالد الدراجي بالإضافة إلى جمعا من أعضاء مجلسين نينوى كما شدد الشيخ الخنجر على ضرورة عدم مقاطعة الانتخابات تحت أي ذريعة كانت وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بأصوات المدن المحررة وإقصاء أهلها من المشاركة وما يترتب على ذلك من ضياع للحقوق من جانبهم أكد الحضور على بدل جهود استثنائية لضمان مشاركة واسعة تعزز ضمان التمثيل الحقيقي واستحقاقات محافظة نينوى